ساعة مع الأستاذ محمود محمد طاها رئيس الحزب الجمهوري سابقاً أجرى الحوار صالح بان النقا 29 مارس 1951 سؤال يعتقد العم خاطر أنه نبي ورسول وأن الآيات القرآنية لا تؤكد عدم وجود الأنبياء بعد محمد كما أنه يعتقد أنك نبي وفي كل الاعتقادين لدينا شك وشكوك جواب لا نبي بعد محمد من لدن بعثه إلى قيام الساعة ليس في هذا إشكال ولا خلاف لأن النص في القرآن صريح ولكن الإشكال في أمر الساعة وذلك بأن الساعة ساعتان ساعة يبدأ بها يوم الله في الأرض وساعة يبدأ بها يوم الله في السماء أما يوم الله في الأرض فذلك حين تبلغ الإنسانية الكمال وهي في إطارها الأرضي من اللحم والدم فتملأ الأرض عدلا وحرية ومحبة بين الناس وقد أرسل الله جميع الرسل من لدن آدم إلى محمد ليعدوا حياة الأحياء لهذا اليوم العظيم بتعليم الناس الأخلاق التي تستقيم مع معاني العدل والحرية والمحبة وحين قال الصادق الأمين بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما أشار إلى هذا الإعداد الخاص الذي اشترك فيه جميع الرسل وحين قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم حكما مقصطا يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا إنما أشار إلى هذا اليوم يوم الله في الأرض وإليه الإشارة أيضا في القرآن الكريم حين قال على لسان المصطفين فيه وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعمة أجر العاملين تلك جنة الله في الأرض في يوم الله في الأرض فإذا ابتدأ هذا اليوم فقد ابتدأت الساعة التي بها نهاية توقيت ختم النبوة بمحمد وجاء وقت المبعوث الذي بشع به محمد والرسل من قبله وهو عيسى ومع عيسى يبعث جميع الأنبياء والصديقين والأولياء كأصحاب له في هذا اليوم يصح أن تكون هناك نبوة لا بمعنى وحي محسوس يجيء به الملك كما كان الشأن بين محمد وجبريل فإن ذلك خد انقطع باستقرار القرآن بالأرض ولكن بمعنى إلقاء رحماني على قلوب عبادة تطهرت من شوائب الشرك ولهذا اليوم علامات لا تعرف إلا بأنوار البصائر فمن كانت له بصيرة يبصر بها ويعرف أن الوقت قد حان ومن كان لا يرى إلا بعيني رأسه كما ترى الدواب لا يبصر شيئا ويظن أن الوقت هو الوقت منذ الأزب لأن الشمس ما زالت تشرق من المجرق وتغرب في المغرب كما فعلت دائما إن هذا اليوم قد أظلنا الآن والناس عنه في عماية عمياء وقد مد لهم في عمايتهم عنه التباس صورته في أذهانهم باليوم الآخر الذي أسميته أعلاه بيوم الله في السماء فإن ذلك لا يجي إلا حين تنتصر الحياة على الموت بتجربته واجتيازه وهو امتداد ليوم الله في الأرض وليس مغايرا له وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيله أما الجزء الأخير من السؤال فإنه الإجابة من الناحية الموضعية وهي المهمة وقد سلفت أعلاه ومن الناحية الشخصية فإني أزعم لنفسي ذلك وأرجو أن أكون محقا سؤال حتى هذه الآونة لم تحل البراهين الدالة على نزول المسيح عيسى بن مريم حسب ما لدينا من نصوص الفقه والحديث وقد تطرق أن سمعنا أن هناك دعوة مثل هذا الحديث العيسوي تقومون بها فماذا تقرر وماذا تقول جواب إن القرآن من أوله إلى آخره في معانيه التي لا تدركها إلا أنوار البصائر بشارة بمجيء عيسى جهل المسلمون معاني القرآن المكنونة فكيف يجهلون الأقوال الصريحة في البخاري وغيره المأثورة عن الصادق المصدوق وقد أوردت لك منها حديثا في إجابة الأولى وإليك غيره لو بغي من الدنيا قدر يوم واحد لمد الله فيه حتى يبعث رجلا من بيتي يملأ الأرض عتلا كما ملأت جورة الذين يعرفون القرآن يعلمون أن محمدا ليس نبيا وإنما هو النبي وخاتم الأنبياء وأن عيسى ليس رسولا وإنما هو الرسول وخاتم الرسول أما عن الجزء الأخير من السؤال فإنه قد ألقي إلي ذلك وتواتر الإلقاء وإنما يحقق الله الحق ويبطل الباطل بكلمات وليس المهم عندي من أكون وإنما المهم عندي أن أعرف كيف أدعو الناس إلى الله دعوة يكون بها صلاح الدين والدنيا سؤال إن العم خاطر يعتقد أن ملك مصر ورؤيته وتعبير يوسف يدل على أن ملك مصر نبي ولكنه كافر هكذا تعبيره فهل هناك نبي كافر وما هي ملك مصر جواب لو كان ملك مصر نبيا لعرف تأويل رؤياه بنفسه كأن العبر بالتأويل وليس بالرؤية لأن في التأويل حظا من العلم بالحقوق المستكنة وراء الظواهر ومن عرف شيئا من هذه الحقوق فقد عرف الله بقدر ما تأتى له منها فإن لكل حق حقيقة هذه الحقيقة هي الله وإنما بمعرفة الله نبئ النبي وليس هناك نبي كافر على التحقيق لأن الكفر رأس الجهل والنبوة علم فكيف يجتمعان ولكن هناك نبي لا يتقيد بما يتقيد به أتباع الرسل من قيود شريعتهم وذلك لأن الشريعة قشور لبابها الحقيقة والنبي يعرف الحقيقة وبها يتقيد ولا ينتظر منه أن يترك قيدها ليتقيد بما هو دونها والشريعة ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة فرضة على الناس لتوصلهم إلى الحقيقة وهي معرفة أسرار الألوية معرفة سر فعل الله والنبي غير المتقيد بشريعة الرسول لا ينكر هذا الرسول وإنما يعرفه ويعرف مكانه عند الله ويعرف صدقه فيما يدعو الناس إليه ولكنه يزالون في ظلمات الجهل مجرد هذه المعرفة من النبي تجعل وصفه بالكفر عملا غير لايق وفي قصة الخضر مع موسى في سورة الكهف الكفاية وأما ما هي ملك مصر فإنه عبد قد ولاه الله أمور معاش الناس وشؤون دنياهم وقد آتاه بذلك بصر والحضغ في تدبير أمور الدنيا شيء يذكر في حسنات الرجال ولا ريء ولكنه في المنزلة الثانية للمعرفة بأمور الآخرة والكمال في الجمع بينهما وقد كان ملك مصر حسن السيرة عدلا محبا للخير لرأيته التي ولاه الله أمرها فله بذلك عند الله أجر من أحسن عمله ولكنه ليس بنبيه سؤال يعتقد العم خاطر أن الغراب الذي بعثه الله إلى قابيل ليريه كيف يواري سواء تأخيه هابيل رسولا رسولا بمعنى الرسالة جواب وليس الغراب المبعوث لقابيل نبيا إلا مع تجوز كبير يخرج بالتعبير عن معناه الذي تواضع الناس عليه وهذا التجوز يأتي من المعرفة بأن كل ما في الوجود من حجر ومدر خاضع لإرادة الله العلي وقد عبر الله تعالى عن هذا الخضوع بالتسبيح فقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهنا تسبيحه والمتعارف بين الناس في المسيح أنه عارف والعارف نبي فهل رأيت إلى هذا التجاوز الذي يشرك الجماد والنبات والحيوان والإنسان في معنى ولن ينصح في الأذهان شيء إذا جاز أن تقول أن محمد نبي وفي نفس اللحظة نفكر في أن الكرسي الذي نجلس عليه نبي أيضا ولكي نفهم ونفهم لا بد لنا من تحديد معاني الألفاظ بأفرادها للمعاني السامية وإسقاط المعاني الدنيا عنها وتخصيص كلمات أخرى للتعبير عن المعاني الدنيا وهذا هو الحاصل بالفعل وباعتبار هذا الحاصل ليس الغراب نبيا وليس هو رسولا لأن ملاك النبوة والرسالة التكليف ومدار التكليف العقل وليس لغير البشر عقل مكلف سؤال ما هي خلاصة ما تعتقده عن العم خاطر بعد أن تبينت جانبا من دعوته في خطاباته إليك وبعد ما سترى نقاطا من تلك النقاط المبينة بهذه الأسئلة الموجهة إليك جواب وخلاصة ما أعتقده أن الأخ أبا بكر خاطر كسائر العباد عبد مجسير لا يملك من أمر نفسه شيئا وقد أراد الله تعالى به فأقامه فيما أرجوه له وهو عند نفسه صادق لأنه لا يقول إلا ما يرى ولكنه ليس عند الله بصادق لأن الذي يراه مزيج من الحق والباطل والله أعلم